وينضم إلينا من بروكسيل سلام كيالي مراسل الغد سلام تفاصيل أثر عن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الاتفاق النووي مع إيران نعم الاتحاد الأوروبي بداية لم يسرح منذ الأمس بعد الحديث عن هذا الهجوم التصريح الوحيد الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي هو بناء على سؤال لنا لقناة الغد لبيتر سانتو أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم هو أكد على سؤال ما إن كان الاتحاد يتواصل مع إسرائيل على سبيل المثال لتخفيف من هذه الهجمات لأسيما أن هذا هو الهجوم الثاني الهجوم الأول كان على سفينة إيرانية جرى في البحر الأحمر الأسبوع الماضي قال إن إسرائيل ليست جزءا من خطة العمل أو من الاتفاق النووي وبالتالي من غير الضروري التواصل معها وأن الاتحاد الأوروبي مصمم على متابعة المسيرة المفاوضات أو المباحثات عمليا في فيينا وأن هذا العمل يرقى إلى مستوى العمل التخريبي عمليا وأكد أن أي زعزع لمسار المفاوضات هو أمر مرفوض بغض النظر عن الطرف الذي يقف خلفه عمليا الاتحاد أيضا أكد أنه مهتم ويتابع بترقب المزيد من التفاصيل خاصة وأن ليس هناك تصريحات رسمية إيرانية حول ما جرى عمليا هناك فقط أحديث عن خلل مشكلة في التيار الكهربائي أو إيصال وأن هذا الهجوم هو هجوم إرهابي على حسب التصريحات الإيرانية إلا أن الاتحاد بيترسان تؤكد أن هناك أن الاتحاد ينتظر تفاصيل أكثر ليرى ما سيفعل بمعنى أن الاتحاد قد ينتقد أو يندد إلا أن التصريح الذي صدر بخصوص هذا الهجوم بأنه عملية تخريبية مرفوضة من قبل الاتحاد الأوروبي فقط سريعا الاتحاد الأوروبي للتذكير سريع عمليا بما جرى الشهر الماضي في اجتماع النيتو وأيضا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن الحل الدبلوماسي بالنسبة للملف النووي الإيراني هو الحل الوحيد لهذه القضايا وهو ما قاله أيضا بيترسانتو اليوم ولكن بالتذكير الشهر الماضي خلال الاجتماع النيتو وأيضا وزراء الخارجية تم التأكيد بين الوزراء المجتمعين أن هناك ملفان للحل وهما العلاقات مع تركيا وأيضا الملف النووي الإيراني وملفان للتصدي أو للمتابعة أكثر وهو ملف الخطر الصاعد وهو الخطر الصيني والروسي أيضا باعتبار أن منظومة الصوريخ الروسية باتت تتناول أو موجهة لعدة مدن أوروبية بمعنى أن الملف النووي الإيراني بالنسبة للاتحاد الأوروبي هناك توافق حتى مع القيادة الأمريكية بأن يتم الانتهاء من هذا الملف ولهذا يسعى الاتحاد الأوروبي منذ أسبوعين على وجه التحديد ضمن جهود دبلوماسية مكثفة وزيارات إلى العاصمة الإيرانية ومن ثم تم التوصل إلى مؤتمر افتراضي واجتماع افتراضي وصولا إلى الاجتماع الذي جرى يوم السادس من الأسبوع الماضي من الشهر الجاري في الأسبوع الماضي وبالتالي وجود عمليا مجموعتين من الخبراء للتباحث في كيفية رفع العقوبات عن إيران وبالتالي عودتها إلى الملف النووي الإيراني إذن الموقف الأوروبي من الملف الإيراني واضح الدبلوماسية هي الحل الأول والأخير لهذا الملف بدون استخدام العنف أو التهديد أو حتى الضغوطات الاقتصادية على إيران أشكرك شكرا جزيلا من بروكسل سلامك أيالي مراسل الغد ترجمة نانسي قنقر